اهلا وسهلا بالجمهور الكريم في الحلقة السابقة تكلمنا عن معنى كلمة صورة وآية وقلنا أن كلمة آية هي في الأصل آثى طبعا قبل التنقيط ومعناها علامة إشارة دلالة أعجوبة راية إلى آخره وقد تركنا سؤالا دون جواب هو هل النص القرآني يؤكد أن الآية كانت في الأصل آثى؟ قبل أن نحدد الآية التي تؤكد ما وصلنا إليه يجب أن نعرف أن تصغير كلمة آثى هي أثوثى وجمعها أثواثى كما رأينا طبعا في قاموس منى الكلدان العربي وهذه الكلمة بالجمع موجودة في صورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئية لكن الكلمة أثاثا ليس فيها حرف واو بالوسط نعم عند نقل بعض الكلمات من اللغة السريانية لللسان العربي ينقلب اللواه آلف كما هو في كلمة صلوة صلاة زكوة زكاة حيوة حياة إلى آخره وقد يحتج أحد أحدكم بأن هذا فيما يخص صيغة الإفراد ولكن الكلمة أثاثا بالجمع ككلمة صلوة في الجمع تصبح صلوات بالواو والآلف وهلا لا نجد الواو في صيغة الجمع نعم هذا صحيح ولكن الجمع في اللغة السريانية لا ينقلب بنفس الصيغة لللسان العربي مثل كلمة راع جمع رعاة بالسرياني رعية جمع رعيواثا وبالتالي كلمة أثواتا أصبحت أثاثا ومعناها العلامات والعبر وما يؤكد كذلك هذا الطرح هو وجود كلمة رئية طبعا بدون همزة كما سبق وقلنا فهي في المخطوطات والمصاحف القديمة بدون همزة وتقرأ راية وهي مرادف لكلمة أثاثا كما رأينا في قموس من الكلدان العربي وبالتالي يكون معنى الأثاث أو الآية في صورة مريم 73 كم أهلكنا قبلهم من قرن كانوا بالنسبة لهم مثالا وعبرة الآن رأينا معنى كلمة قرآن وفرقان ومصحف وصورة وآية أو آثة كلها موجودة في اللوتريجيات المسيحية والسؤال المطروح عليك عزيزي المشاهد أليس هذا دليل على تلاقح الحضارات والثقافات؟ قبل أن نرجع لموضوعنا الأساسي وتكملة الحديث عن مصحف باريزينو بيتروبوليتانوس وباقي المخطوطات القديمة أقدم لكم تأثيرا آخرا من العقيدة المسيحية واليهودية متجدرة في العمق الإسلام فكما هو معلوم أن اليهود يقدسون يوم السبت ويعتبرونه يوم تعبد والصراحة بموجب الوصية الرابعة من الوصية العشر في التوراة سفر الخروج أصحاح عشرين العدد تمانية أذكر يوم السبت لتقدسه وقد أكد النص القرآني على تقديس هذا اليوم في صورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يوم السبت يبدأ عند اليهود من غروب يوم الجمعة إلى غروب يوم السبت ويسمى الغروب عريف ومن هذه الكلمة أخذ المسيحيون السريان عبارة يوم عربثة أو غروب أو غروبثة للتعبير عن يوم السبت النور أي يوم الذي يأتي بعد يوم الجمعة العظيمة يوم صلب المسيح وبالضبط إشارة للساعة السادسة بالتوقيت العبري أي الظهر وقت صلب المسيح وذلك كما جاء في إنجيل متى الأصحاح سبعة وعشرين العدد خمسة وأربعين ومرقص خمستاش ثلاثة وثلاثين لقى ثلاثة وعشرين أربعة واربعين إلى خمسة وأربعين ونتيجة ذلك أصبح السوريان يسمون يوم الجمعة عربثة والغريب أن العرب في بداية الإسلام كانوا يسمون يوم الجمعة بيوم العروب وقد دخل ذلك ابن منظور في لسان العرب عن السهيلي في رود الأنوف وكذلك ذكرها جواد علي عن المسعودي في مفصله لتاريخ العرب قبل الإسلام وأثر جيفري عن المصاحف للسيجستاني مصحف أبي بن كعب في سورة الجمعة حيث الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم العروبة الكبرى فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ولا زال هذا التقليد موجودا عند السوريان إلى الآن في قداة صلاة الظهر يوم الجمعة وذلك لإحياء ذكرى صلب المسيح نلاحظ أن كلمة الجمعة كانت تسمى في بداية الإسلام العروبة كعربثة باللغة السوريانية وتقام الساعة السادثة بتوقيت العبري بمعنى وقت الظهر وكذلك توقيت الصلاة يوم الجمعة في الإسلام يعني الظهر وهي مهمة جدا ليس فقط عند المسلمين ولكن عند الكناءة التقليدية وخاصة السوريانية لأنها ذكرى صلب المسيح وبحسب العقيدة المسيحية فالله قد تصالح مع البشرية على الصليب بعد خطيئة آدم فالمسيح كان كفارة أو دبيحة أعادت البشرية أو أبناء آدم لمكانهم الذي طردوا منه بسبب طبعا خطيئة أبيهم آدم طبعا حسب التفسير الإسلامي فالمسيح لم يموت على الصليب بموجب الآية في صورة النسال 157 وسوف نناقش هذا الموضوع في حلقة خاصة والآن نرجع للتذكير بمصحف بريزينو بيتروبوليتانوس فهو كما قلنا ثاني أقدم مصحف في العالم بعد طرس صنعاء أو بالمسيس صنعاء دي آ أم سفر واحد شرطة سبع وعشرين نقطة واحد ومصحف بريزينو بيتروبوليتانوس كما قلنا بالخط الحجازي وهو بقراءة ابن عامر في سنة 118 ينقسم إلى جزئين جزء في المكتبة الوطنية الفرنسية عرب 328 الإفباء والتاني بالمكتبة الوطنية الروسية بسان بيترسبورغ مارسيل 18 وأنا الآن بصدد تكميلة كتاب حول هذه المخطوطة مارسيل 18 ثم ننتقل بعجالة للتذكير بمصحف بريزينو بيرمينغ هاموس هذه المرة الذي يوجد في المرتبة الثالثة وأنا أؤكد على هذا الأمر المرتبة الثالثة بعد مصحف بريزينو بيتروبوليتانوس وهو يتكون من رقعتين من جانا إسلاميك أرابيك 1572 ألف وهي فقط رقعتين قيل عنها أقدم مخطوطة للقرآن في العالم وتوجد في جامعة بيرمينغ هام والجزء الثاني موجود بالمكتبة الوطنية الفرنسية كذلك أراب 328 وهي من 16 رقعة بالخط الحجازي وكذلك بقراءة ابن عامر ولتكملة الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء